أعود العشر الصبح في الأهل أهلاً من كل حضراتكم مرة تانية الحقيقة زي ما بنهتم كلنا كآباء وأميات وأولياء أمور زي ما بنهتم على بفكرة أن احنا يبقوا لدنا متفوقين دراسياً ليه دايماً مش دايماً بس ليه في كتير من الأحيان بنسقط الرياضة علماً بأن الرياضة جزء لا يتجزأ من التكوين اللي لازم نكون بيه أولادنا هنتكلم في الفقرة دي عن أهمية الرياضة في التكوين النفسي لأطفالنا وخصوصاً لما يكون الكلام بقى مع ضيفة متخصصة من أورانا النهاردة وحتكلمنا عن الرياضة وعن أهميتها في تنشئة الأطفال والنشئ بشكل عام وكمان حتكلمنا عن الرياضة كجزء أساسي وضروري لسلامة صحتهم النفسية من أورانا ومشرفانا الدكتورة وسامونير وهي المدرس بكلية التربية الخاصة بجامعة مصر صباح الخير صباح الخير ومن أورانا بالأحمر النهاردة يعني احتيار أنا عارفة مقصود أكيد صباح الخير وزي ما كنا بالنوها في بداية الحلقة خالص الملف ده مهم جدا استحن نفسية للطفل مهمة جدا طبعا الرياضة انعكستها النفسية طيبة جدا على الأطفال وعلى الإنسان في العموم وبتبقى عادة لو ابتدى الطفل مارسها من الصغر بتبقى عادة على عكس انت لما تكبر بقى وتبتدي حتى تمارس رياضة في الجيم تبقى صعبة شوية فخلينا نبدأ من هنا وإيه المفروض يتم اتباعه مع الأطفال علشان يحبوا أصلا ممارسة الرياضة خلينا نقول كده في البداية زي ما حدك قلت كده ان فيه نايس بتقول ان الرياضة في وقت الدراسة بتخلي الطفل مش مركز او ان هي بتاخد من وقت المدرسة وطبعا ده مفهم سلبي وخاطئ جدا من شكل كبير قوي حاجات تانية مهمة بنقول فيه مثلا كده شعبي بيقول ايه في الحركة بركة فالبركة تجي من الواحد طول ما هو بيتحرك طول ما هو قايم قاعد رايح جاي كل ده نشاط عقلي نشاط زيني نشاط بدني الشخص بيقوم به فبالتالي غير الطفل التاني او شخص تاني طول وقت قاعد خملان كسلان مش قادر يقوم حاسس بالبلادة حاسس انه هو مش قادر يتحرك فبالتالي الرياضة بشكل عام اي رياضة الانسان هيمارسها في حياته ده مهمة جدا بالنسبة له طيب مهمة في ايه بقى هلقي ان الرياضة مهمة في حاجات كتير اهمها عندي الرياضة الصحية او الجسمانية او البدنية انها بتقوى عضلات بتقوى عضلات القلب الجسم الصحة العام بشكل عام بتكون قوية جدا وهيلة جدا بدني ان احنا بلاقي الشخص الرياضي شكله كده مختلف على الشخص البدين او اللي هو ما بيمارس اي نوع او اي نشاط من الرياضة عندي بقى الصحة النفسية او اهمية الرياضة من الصحة النفسية ودي بقى اهمهم قوي لاني بقى اقول مثلا ان الشخص اللي بدايما بيمارس الرياضة سواء لعبة فردية او لعبة جماعية بتفرق معه كتير قوي عنده قدرة على الصبر عنده قدرة على التحمل عنده قدرة على التعاون عنده قدرة انه هو يكون عنده يشارك في اي نشاط اجتماعي مع زملاء جوال فريم غير طفل تاني او شخص تاني طول الوقت قاعد لوحده حاسس بالعزلة حاسس بالوحدة مش قادر انه يندمج مع المجتمع مش قادر ياخد قرار في اي حاجة عنده ضعف في السكب نفسه عنده مشاكل دراسية عنده نشاط العقلي او التفكير الزهني ضعيف جدا علشان كده بتقول طول ما الطفل بيمارس رياضة وصغير طول ما تحصيل الدراسة عنده بيكون عالي متفاوض جدا حديدك بتقولي ان فيه اطفال وعارفين يتفاعلوا مع المجتمع ده فيه اطفال مش عارفين يتفاعلوا مع اهلهم لانهم قاعدين طول الوقت تقريبا ما بيشاريوش يعنيهم من على الايباد او التليفون والاجهزة الالكترونية والالعاب الالكترونية الى اخير فالى اي درجة برضو بتبقى الرياضة هنا مهمة ولازم الاهالي اللي بيشتكوا من ولادهم في التفصيلة دي يعيدوا توجيههم للنحية التانية بقى لها بتاعة ممارسة الرياضة خلينا اقول عشان اشجع ولادي على ان هم يمرسوا الرياضة اول حاجة ان اكون قدوة او نموذج ليهو ده نمبر اول ما نفعش كسلاي ياكل اكل غلط طول الوقت عمل ياكل وخلاص لا كل دي نماذج سلبية احنا للأسف ولادنا بيقلدونا في كل حاجة بنعملها كل حاجة الحاجة الكويسة بيقلدونا فيها والحاجة الوحشة كمان بيقلدونا فيها فانحاول على قد ما نقدر ان احنا نكون نموذج جايب او على اقل نصدر لولادنا ان احنا نموذج جيدة بلاش يعني احنا مش هنغير في نفسنا عشان احنا نجبرنا شوي لكن على اقل نوجه ولادنا ان ده نموذج جيد وانده الصح والمفوض ان انت تعمل الحاجات دي الحاجة التانية حضرتك قلتها برضو الالعاب الالكترونية او التليفون او التابلت او تلفزيون او الحاجات دي كلها انا بشوف ان اللعاب الالكترونية بشكل عام هي وسيلة جيدة للطرفية ولكن في حدود معينة في وقت معين مش طول الوقت بلاص ان انا ما شجعهش طول الوقت ان هو يمسك التليفون او ان هو يلعب لعبة رياضية على ان هو او يفضلها عن نشاط رياض الطفل المفروض يقوم به لان اكيد فيه فرق كبير بين الاتنين لعبة على التليفون غير لعبة ان هو بيمارسها وبيقوم بيها بنشاط حلو جدا بس عندي نقطة بعض الناس بيكلموا عنها بشكل مختلف شوية بمعنى فيه ناس تقولك وفيه واحدة صاحبتي شخصيا انا هي حتى لانا قالتلي هي كانت بطلة في الجنباز بس حياتها السوشال لايف بتاعتها الاجتماعية صفر فبتقولي بالعكس عشان انا حياتي كلها كتمرينات بس فانا ما عنديش اصلا سوشال لايف فازاي ده بقى برضو ممكن يبقى الرياضة يعمل اه العكس هي الجنباز لعبة كويسة جدا تناسب الاطفال الصغيرين وفيه العاب تناسب الطفل الكبير يعني كل الرياضة انواعها مهمة جدا وكويسة جدا وايجابية جدا ولكن خلانا اقول الطفل 3 سنين اللي بيلعب لعبة معينة بتختلف عن طفل 7 سنين او 10 سنين عن طفل عنده 15 سنة لانا كل ما بكبر في السن كل ما عندي نطجة عقلي كل ما بيكون عندي نطجة اجتماعي كل ما بيكون عندي نطجة جسميني فبالتالي العاب نفسها بتكون مختلفة مع الوقت طيب اللعبة الفردية ولا اللعبة الجماعية اللعبة الفردية لكن لا مميزات ولكن تختلف على حسب طبيعة او شخصية الطفل عندي فيه اطفال يفضلوا وتفوقوا جدا في العاب الفردية زل الجنباز او سباحة اه فيه العاب زديبي متفوقين فيها جدا فيه العاب تانية فيه العاب الفردية كورت الكضم كورت السلة الالعاب الجماعية معروف تقدر يتعملي سحاص لو بس لا حياته بس الفردي فيها مشكلة يبقى الأم والأب بليهم دور بقى مهم وكبير جدا في الموضوع ده نعمل إيه؟ اللعبة الفاردية أكيد لها مدربين أكيد لها صحاب في نفس التمرين ممكن نحاول لخل البنت تبدأ تتعرف على صحابها وزمائلها أكيد فيه منافسة بينها وبين حد تاني الحياة نفسها ممكن نحاول نغيرها أو نضيف عليها للبنت بحيث تبقى شخص اجتماعي لأن الهدف للألعاف في الأول وفي الآخر إيه؟ ثقة بالنفس القدرة على التحمل القدرة على قمة علاقات اجتماعية معها اللي حوالينا لكن مش أنا عازل وأبقى الوحدي وأبقى منطوي والحاجات دي كلها ساعات معادلة صعبة شوية فيه أهالي ساعات بينصحوا بعض بأن مثلا أنا عارف أن ابن صديقي مثلا انتواقي حابتين خجول حابتين فانصحوا بأن يخليه ابني ويرعب لعبة جماعية بصفة خاصة على ذكر الرياضات الجماعية ساعات بيبقى مثلا فيه أسر عندها طفل مثلا خواف حابتين أو معندوش إقدام على أي حاجة فيقولوا لا إلعب لعبة قتالية حال بيجبروه على ده ولا مجرد توجيه؟ إنه فيه فرق لا بغض النظر أنا بكلمك إن ساعات بيبقى فيه رياضات معينة أنواع محددة من الرياضات وكأنها علاج لشخصية دي حقيقة ولكن خلينا أقول برضو لحضرتك أنا ما ينفعش أكبر ابني أقوله إلعب اللعبة دي بالتحديد يعني عندي رولز كده أو قواعد علشان أقدر أوجه ابني نو يختار أو يحدد اللعبة المناسبة لي طيب ده على أساس إيه؟ أول حاجة عمر الطفل أو سنه هل سنه كام؟ صغير ولا كبير؟ هل في مرحاة دراسية؟ وده لسه أصلا ما دخلش المدرسة دي نقطة مهمة جدا الحاجة الثانية على حسب هو ميوله إيه أو اتجاهته إيه؟ ده ولا يفضلها بأعلى الإطلاق ده برضو في أطفال كده طيب كمان جدول المدرسي بتاعه أو الدراسة بتاعته عاملة إزاي؟ هل الجدول الدراسي مناسب فيه وقت فاضي أو فيه بريك معين يقدر أنه يمارس في الرياضة؟ أولا أنا كأب هجبر ابني أن أنا حطوله جدول خاص بالرياضة فيبقى ضغط نفسي ولود نفسي على ابني دي نقطة مهمة جدا كمان وقت التمرين يفضل لما يكونش وقت طويل لا يبقى وقت قليل بس على استمرارية إن كل ما بطول في الوقت جواه التمرين الواحد بيبقى ضغط نفسي على الطفل ما بقدرش أنه يستحمله فدي حاجات مهمة قوي لازم الأم والأب يكونوا واغدين بالهم منها وهم بيوجهوا أولادهم إزاي يختاروا نوع الرياضة المناسبة لهم طيب حلو جدا هروح معاك برضو لكذا نقطة أنا وكريم بس هبدأ معاك بفكرة الاستمرارية لأن إحنا ذكرناها سريعا بس فكرة أن أنا أخلي فيه استمرارية دي مش هتيجي من الطفل نفسه لازم يكون الأهالي هما اللي يشجعوا على ده وهل بقى سؤالي عن هذا الموضوع هل ممكن يكون فيه طفلين بنفس المستوى ولكن أهل الطفل منهم بيشجعوا بشكل كبير وأهل الطفل الثاني سايبين وخلاص عايز تكمل كمل مع أن الاثنين بنفس المستوى الفني مثلا بيفرق في مستقبل الأطفال وإزاي بتعالجوا ده كمان لهو موجود خلينا أقول أن البيئة بتلعب 80% من نجاح أي شخص فينا البيئة المقصود بيها هي الأم والأب والأسرة الأقارب المدرسة المحيط الاجتماعي الخاص بالطفل 80% بيشكل من شخصيت أو تكون الطفل فبالتالي حادك قلت أن المزاجين الاثنين كويسين جدا ولكن هنا الأم والأب بيشجعوا بشكل كبير قوي وأنا طفل تاني الأم والأب مش هنما بيشجعوش ولكن مش محفزين بشكل عالي أو بدرجة عالي قوي طبعا الفرق كبير جدا بين الاثنين عشان كده بنقول لكل أم وكل أب أن التشجيع والتحفيز والدعم المستمري للطفل هو ده طريق الطفل للنجاح والتفوق والإبداع في أي رياض رياضة أو أي نشاط هيقوم بي على عكس طفل تيه ممكن يكون على مستوى الفني والمهاري عالي جدا جدا ولكن هنلاقي الأم مش مهتمة مكبرة بمغة مش فضياله مش بتتابعه ما بتروحش مع النادي مش زيما بتفكره وتقوله روح موعادي النادي بتاعتك عاملة إزاي ما بتوفرهش الأدوات المناسبة للرياضة كل الرياضة ليها أدوات خاصة بيها من أول الشوز لحد لو الرياضة بتلعب ليها كورة أو حاجة معينة أو المضرب أو أي حاجة معينة بالضبط الحاجات دي الطفل هيوفرها إزاي كمان وصلت المواصلات مهمة جدا هل هاختر له نادي أراد مني ولا نادي بعيد عني طيب لو نادي بعيد عني لازم أوفر له وسيلة مواصلات تكون مناسبة لي علشان ما يبقاش إرهاق نفسي وجسدي عليه كمان بس ده مش معوق قوي لأن انت عندك معظم اللعيبة اللي في الفرق الأولى دلوقتي والأبطال كانوا في الأندية المختلفة اللي حتكلم عن نادي الأهلي من محافظات يعني طالما فيه إسرار ما عنده هادف طبعا بيوصله لكن اللي جاء كهراء للمسافات بتبقى دونها زحمة شوية فالموضوع برضو أن أنا أوفر له مكان قريب منه أو على الأقل وصلة مواصلات سهلة أو مريحة بالنسبة له ده بيشجعه أكتر على الاستمرارية اللي حتك قلت عليه إحنا هادف نانت أن أنا كمل واستمر وانجح وأبدأ وأبتكر في اللعبة بتاعتي مش أن أنا أخش خلاص فترة معينة فترة الصيف بس ألعب فيها لعبة معينة وأول ما الدراسة تيجي ما روحش خالص أو عمتنى عن رياضة من العكس يعني قدمنا حضرتك وقلنا دكتورة وسام مونير هي أستاذ أو مدرس التربية الخاصة في جامعة مصر إيه هي التربية الخاصة؟ يعني إيه أستاذ في التربية الخاصة؟ طيب أنا قبل ما أجي كان في فكرة بتتكلموا فيها عن حالات الشهر الدماغي مزبوط؟ صحيح طيب ده عندنا الشهر الدماغي أو العقاب بشكل عام عندنا في كلية التربية الخاصة عندنا أكتر من كسمه عندنا كسم بإلعاك السمعية والبصرية عندنا كسم بلعاكات الزهنية أو العقلية كسم خاص بإلعاكات الحركية عندنا كسم خاص بصعبات التعلم وكسم آخر بيه الموهوبين وعندنا كسم آخر خاص بيه التربية النفسية أو التربية العملية كل دي أقسام أو حاجات موجودة جوه التربية الخاصة طب إيه التربية الخاصة أصلاً دي؟ التربية بشكل عام عبارة عن مبادئ أو وسائل أو طريقة أنا بستخدمها علشان أعلم بيها ابني شيء معين أي أن كان الحاجة دي سواء حاجة إجابية أو حاجة إيه؟ حاجة سلبية تمام؟ فالتربية الخاصة أن أنا بنطاقي وسائل وأدوات وطور خاصة بهذا الطفل أو هذه الحالات من الأطفال اللي بيكون عندهم مشاكل نفسية مشاكل اجتماعية عندهم مشاكل جثمانية بأي نوع من الأنواع اللي احنا قلنا عليها دي من شوية فهو أريدي هو التربية عامة لكل أو متاحة لكل الأطفال ولكن أنا بختص منها حاجات معينة سبيشيل معينة بطريقة معينة علشان أقبر من الأطفال اللي عندهم حالات خاصة طب صناعة البطل صناعة البطل يا دكتور برضو مش سهلة يعني بنسمع عنها بنشوف نماذج وغيره بس عشان أصنع بطل هي القصة لا تقتصر فقط أن أنا أودي تمرين وأبقى موظبة معي إيه العوامل اللي في الآخر ممكن تصنع لي بطل في المستقبل عشان أقدر أصنع بطل أول حاجة أن الأم والأب يكونوا وهم عندهم الدافع لذيه الصناعة دي نقطة مهمة جدا الأم والأب عليهم العامل الأكبر والدافع الأكبر في صناعة هذا البطل حاجة تانية أن الطفل نفس يكون عنده قدرات جسمانية يعني جسم يكون مساعدني فإن أنا هدربه على اللعبة دي أو على النشاط دا حاجة مهمة كمان أن الطفل يكون حابب النشاط أو الرياضة أو اللعبة اللي هو هلمارسة طول الوقت حاجة كمان مهمة أو التنظيم الوقت التنظيم الوقت دا مهم جدا بالنسبة لي أبقى عارف وقت الدراسة فيه كذا فيه وقت فاضي في أيام معينة هنروح فيها التمرين فيه نشاط اجتمعي احنا هنعمله سواء جوه المدرسة أو جوه النادي أو في أي مكان هنعمله كمان مهمة أو أن الطفل يكون أخلق له نموذج أو قدوة مش لازم من الأم والأب ممكن أي نموذج رياضي في اللعبة دي يبقى دايما طول الوقت نفسك تبقى زي النجم الفلاني نفسي تبقى زي فلان الفلاني كل ما أخلق صورة أو نموذج جيد قدام ابني طول الوقت طول ما هو الطفل عنده نشاط عنده تحفيز عنده قدرات عقلية بتزيد معي كمان الأكل والتغذية مهمة جدا بالنسبة لي ما قدرش أجه هالحاجة زي كده ممكن الطفل اتمرن كويس قوي لكن يروح باوص ده فين؟ في الأكل فعند التغذية السليمة مهمة جدا جدا بالنسبة لي كمان النوم لازم ينام كويس بشكل صحي لا ينام عدد ساعات طويلة ولا ينام عدد ساعات قليلة كون فيه توازن في النوم بالحاجات دي العوامل الخارجية زي الدراما والسينما والحاجات اللي زي كده بتساعد أصلا على صناعة بطل مصري طبعا بتأثر بشكل كبير جدا لأن أنا بشوف أن فيه تقصير لو هتكلم صراحة وأنا عادة بكلم صراحة فيه تقصير كبير في ما يعرض في الدراما والسينما من فكرة أن أنا بعمل حاجات محفزة أن أنا أصنع بطل عندي يعني حاجات تتعد على إيد واحدة بمعنى أصلاح زي فيلم النمر القصود بتاع راح الأحباد زيكي شوف أنت بص بتدي مثال بحاجة في المدينة رغم أنه كل الصعبات اللي مر بيها بالزبط بدأ نموزك وكود وشوفه وكان فيه تعمل إيه بعدي بقى؟ مفيش حاجة تقريبا كان فيه فيلم تقريبا اللي أحمد هلالبس يعني نزل نقول على استحياء آه يعني مش ظاهر أوي أو مفيش زبوت على رغم أن الدراما أو الأفلام بشكل عام السوشيال ميديا كمان كل ما بندعم فكرة صناعة أبطال أو نحنا بندعمه وبنشجعهم وأن الدولة وقفة جميعوا بيستندهم ياخدوا بطلات سواء في أفريقيا أو في العالم لا الحاجات دي نموزك دي كلها بتخلي الأطفال الصغيرين فترة دي عندك نموزك كثيرة عايزة أجيب الكيس عايزة أبطل عايزة بقى كده عايزة بقى مشهور كده عايزة بقى مهم جدا ده طيب الأهالي اللي عندهم أطفال مش حابين يمارسوا رياضة مش عايزين يمارسوا النموزك ده فيه النموزك ده في منه على فكرة يعني عندي فيه أكتر من نموزك عند الطفل بيحب رياضة وبيشجعهم مريسة طول الوقت طفل تاني غير مقتنع أصلا بحاجة اسمها رياضة ده بيشوفها أن هي حرق وقت عالفاضي وقت عالفاضي ومجهود وحاجة ملاش لازمة طفل تالت لو أنا روح تنادي ممكن نلعب لو أنا ما فيش وقت مش رايح اللي هو اسم الطفل الممارس لو إيه آه آه لأ 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 فضل نموزك مهمة جدا بالنسبة لازم أنا أكون كأم وأب أنا عارف ابني أنا نموزك من دون هالرياضي لو رياضي لو رياضي لازم ينضم الفريق وأبدأ أشجع ويبدع فيه الرياضة دي طيب لو هو ممارس أبدأ أوفر له البيئة كل شوية أخده وأنا رايح النادي رايحين مشوار بعد ما نطلع في الأسانسية نطلع السلم نوضع بالشقة أو النات بالشقة مع بعض عايز أرحقه كده عايز أحرقه ومش عايز أفضل قاعد في البيئة طيب اللي حالف يمين معظم ما يتحرق أنت بتصعبها هل لي بقى أجب أسئلتك بتضغط عليها في الأسئلة ده طفل بقى أنكر الموضوع خالص بشايف أنه فيش فايدة للرياضة دي يبقى أنا النموذج أنا شايف أن الحالة بتاعه والنموذج بمعنى إيه طول الوقت عاد أقوله الرياضة طول ما أنت بتعمل حركة طول ما أنت نشاطك العقلي بيأثر على تفكيرك طول ما أنت خملان وكسلان وقاعد في البيئ هتتخن هيبقى عندك سملة هيتريقوا عليك بجد والله الطفل الكسول ده أو اللي عنده خمول ده يا إما بيأكل كتير يا إما هو قريدي الليل ونهاره قدام تليفون أو تلفزيون يا إما والأم والأب رمين يعني مش مركزين معه خالص فالأم والأب أنا شايفها طول الوقت الأم حركوه فيه نشاط جوه البيت جوه البيت أنا ما كلمش عن بره البيت دلواج رتب قطك أم صالي مالصلة دي رياضة نلعب كورا نشغل أغاني ورقص جوه البيت نجري نطلع سلم نعمل أي نشاط رياضي جوه البيت هو بدأ يحس أن فيه فرق بين إن أنا جسمي كسلان وخملان وبين الجسم فيه حركة ونشاط يجي بعدك هاجي يزاكر أي مادة هتحس أن فيه نشاط فيه قوة عقلية عنده فرقة معه كتير قوي غير وهو كنيم صحي على الكتاب وبيزاكر صدقين فيه فرق مع الوقت هايزعر مع تصري بالإيجابة على الاستيعاب وعلى تحصيل المعلومات طبعا بينشط الزاكرة وبقوة التركيز وبيخلي الجسم دايما في صحة صحته عالية جدا بيساعدك على التنفس بشكل جيد بيحفز عندك كل الوظائف المعرفة الخاصة بالجسم كل الحاجات دي مهمة جدا بالنسبة والدليل على ده إيه إحنا في أي مدرسة الصفح أي يوم دراسي بقى فيه حاجة أسمائي اللي حسط نشاط أو طابور الصباح بيعمل قفتة برو الصباح هبا واحد اثنين تلاتة ربعة واثنين نعم ده إحنا فاكرين ليه بقى أيوة الحاجات دي الحاجات دي ما بقيناش ليه صحيح أيوة بجد الحاجات دي بتحصل دلوقتي بس مش الطفل ما بقاش فاهم وبعمل ده ليه وممكن يقلد الميس أو التيتشر بتاعت الرياضة مش فاهم ده لي لكن فعلا كل نشاط إحنا بنعمله الصبح بدري كل ما بيكون محافز بشكل كبير قوي لأي نشاط عقلي إحنا نعمله لأنه أصعب نشاط الإنسان بيعمله إنه يفكر تفكير دي نشاط بيحتاج مني انتباه تركيز زاكرة بيحتاج مني حاجات كتير قوي فأنا طول ما أنا نشي فأنا الكوة كوة جسمي كلها بيستعادني فإن أنا أذاكر إن أنا التحصيل بتاعي يكون جيد كمان المنافسة المنافسة دي في حد ذاتها بتخلصني أو بتساعدني فإن أنا حتى لو خسرت في أي حاجة هنجح في اللعبة دي فكل الحاجات دي رياضة دي لها سحر رهيب على فكرة مش حاجة كده حبين مر بيها محفزات المادية لو عايزة تجيبي من الآخر أه المادة كمان أه طبع فكرة مهمة جدا على فكرة كمان لو عملت كذا مش غلط بأدوي يعني في الرياضة لأنه هو قردي لو بقى بطل حيبع عنده دخلك كويس جدا مش فرياضة بس ده في كل حاجة الطفل لو زجرت كويس شوف أنت يا عاي نفسك في إيه تمسك التليفون هديك التليفون بس وقته معين عايز تروح بمكان معين السنمة أو هديك السنمة كل ما بيكون فيه تحفيز للطفل تقول ما أنت بتشجعين هو يعمل الحاجة اللي أنت عاوزين مفيش تحفيز مفيش تعزيز طبيعة البشر كده عمت ايش عامل صحيح للأسف نحن وقتنا انتهى يا دوب نحن نشكرك على أبوك معنا نورتينا شكرا جزيلا شكرا جدا يا دكتور ويتام الله فكرة جميلة شوفك إن شاء الله مرة تانية عندنا هنروح فاصل سريع مع حضراتكم ونرجع للفكرة الأخيرة خليكم معنا